فتاك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الوراء أتينا أتينا بعزم مضينا لنصرنا بينا بعشق جارا فتاك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الوراء أتينا أتينا بعزم مضينا لنصرنا بينا بعشق جارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طعون الشيعة في الأنبياء دائما يا إخواني نبتدي حلقاتنا ونتكلم ونؤكد دائما أننا حينما نتكلم عن طائفة الإمامية الاثنى عشرية فإننا نتكلم عن دين آخر دين يختلف عن الإسلام في أصوله وفروعه ومصادر استدلاله وقواعد استنباطه ودائما نؤكد أن هذا الكلام ليس كلامنا نحن وإنما هو كلام طائفة الإمامية الاثنى عشرية فهم الذين يسمون معتقدهم دين الإمامة أو دين الإمامية وفي حلقات الماضية وضعنا العديد من المبادئ والقواعد وقلنا أن مسألة الطعرف الأنبياء هذه لازمة للقول بمسألة الإمامة لأن العلماء الشيعة الذين وضعوا مسألة الإمامة وجعلوها قطب الرحى وأهم شيء في هذا المعتقد هم الذين دمروا هذا المعتقد يعني مثلا لما قالوا أن الأئمة كانت أرواحهم موجودة منذ ألاف السنين قبل خلق الخلق وأن روح النبي صلى الله عليه وسلم وأرواح الأئمة الاثنى عشر كانت محدقة بالعرش أو كانت تدور حول العرش هذه المكانة أو هذا الغلو عند الشيعة لزم منه القول بأنهم أفضل من الأنبياء لابد لأنه إذا كانت أرواحهم مخلوقة وكانت تدور قبل الخلق بآلاف السنين وقبل وجود الأنبياء هذا من لازمه أو من لوازمه أن يكون الأئمة أفضل من الأنبياء هذا أولا وثانيا أن التشيع في أحد أهم عناصره يقوم على المعتقدات اليهودية وهذا بسبب أصل المنشأ ونحن قلنا دائما أن عبد الله بن سبع اليهودي ضرب بسهم كبير له في هذا المعتقد وهذا باعتراف علماء الشيعة أنه بخت وغيره من علماء الشيعة هم الذين أكدوا أن عبد الله بن سبع هو الذي وضع مسائل الغلو مسألة الطعن في الصحابة والقول بتكفيرهم ونقل العديد من عقائد اليهود إلى المعتقد الشيعي زي البداء وزي غيره زي مسألة الراجعة مثلا وغيرها من العقائد التي كانت متجزرة عند اليهود المهم يا إخواني اليوم معنا مسألة جديدة ترتبط بمسألة الطعن في الأنبياء وهو زعمهم أن هناك نبي جديد نبي جديد من العرب اسمه خالد ابن سنان العبسي خالد ابن سنان العبسي مسألة مهمة جدا يا إخوة في كتابي بحار الأنوار وفي كتاب الكافي وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخهم الصدوق تعالوا نسمع مثلا ونسرنقل النص من كتاب كمال الدين لشيخهم الصدوق ماذا يقول علماء الشيعة عن شخصية خالد ابن سنان العبسي يقول الصدوق في كتابه هذا الكلام التالي يقول ولكن قد كان بينه وبين عيسى عليه السلام أنبياء وأئمة مستورون خائفون منهم خالد ابن سنان العبسي نبي لا يدفعه دافع ولا ينكره منكر لتواطئ الأخبار بذلك عن الخاص والعام وشهرته عندهم وأن ابنته أدركت رسول الله ودخلت عليه فقال النبي هذه ابنة نبي ضيعه قومه خالد ابن سنان العبسي وكان بين مبعثه ومبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خمسون سنة خمسون سنة هذا هو النص الذي ذكره شيخهم الصدوق قال أنه نبي لا ينكره منكر ولا يدفعه دافع وأنه كان في المسافة بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عيسى هذا أو هذه المسألة طعن في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب لماذا لو سلمنا نحن بقول الشيعة بأن خالد ابن سنان العبسي وهو من قبيلة عبس وعبس من أولاد قيس عيلان من أولاد إسماعيل عليه السلام لو سلمنا بصحة هذا المعتقد وأن هناك نبي من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل لأبطل هذا الزعم كل البشارات السابقة في الكتب السابقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءت نصوص في التوراة أو في الإنجيل أو حتى في بشارة سيدنا إبراهيم أو بشارة سيدنا عيسى عليه السلام لما قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكذلك دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله تبارك وتعالى أن يبعث في هذه الأمة نبيا منهم لازم من القول لازم من القول بأن هناك نبي من العرب من أولاد إسماعيل عليه السلام غير محمد صلى الله عليه وسلم إبطال البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حماقات الشيعة لأن هذه الطعون يأخذها المستشرقون ويأخذها اليهود ويأخذها النصارى ويطعنون فيها في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون لعل البشارات أن هناك نبي من ولد إسماعيل كانت تخص خالد بن سنان العبسي مثلا يعني وطبعا لأن الشيعة هناك مباينة وابتعاد كبير جاب كبير بينهم وبين القرآن الكريم لأنهم يعتقدون بتحريف القرآن الكريم لهذا تجدهم لا يتفقون مع الآيات القرآنية وهذا من سخافة عقولهم يعني الله تبارك وتعالى يقول مثلا أعوذ بالله من الشرطان الرجيم وما آتيناهم من كتب يدرسونها في سورة سبع وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير لم يرسل في هذه المنطقة قبلك نبي قط فكيف لهؤلاء الشيعة أن يزعموا أن بني عبس خرج فيهم خالد بن سنان العبسي طبعا هذا الكلام وهذا الطعن كما نقول من حماقات الشيعة والأعجب من ذلك أن خالد بن سنان العبسي مع الروايات الموجودة في كتاب الكافي أن له بنت كان اسمها محياة وفي الرواية عن الصادق أنها قابلة النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنة نبي ضيعه قومه خالد بن سنان العبسي حسب هذا الزعم مات ودفن في مضارب بني عبس المفترض يعني لكن حتى اليوم اليوم وأنا أكلمكم الآن في هذا العام وفي هذا اليوم تجد قبر خالد بن سنان العبسي موجود في دولة الجزائر ليس في جزائر العرب أبدا تستطيع الآن أنك تدخل على الانترنت على الشبكة العنكبوتية وتكتب قبر خالد بن سنان العبسي ستجد أن هذا القبر موجود في مدينة سيدي خالد سيدي خالد في ولاية بسكرة في شرق الجزائر فسبحان الله مات الرجل في مضارب بني عبس في جزيرة العرب وسبحان الله قبره في الجزائر لكن الخلاصة في هذه المسألة يا إخوة أن هذا الله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته والشيعة يزعمون أنبياء يأتون بأنبياء أو أناس يقولون أنهم أنبياء فقط طعنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من سوء حظ الشيعة حقيقة يا إخواني لو كانوا مسددين لما قالوا بهذا القول الذي لا يدل على عقل أصلا يعارض القرآن الكريم لما قال الله تبارك وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك وهؤلاء يقولون لأتاهم نذير من قبلك يعارضون القرآن الكريم تماما لكن يا إخواني عندنا نحن أن خالد بن سنان العبسي كان رجلا من الصالحين ونعله كان من المتحنفين كقس بن ساعدة وكزيد بن عمر بن نفيل وكورقة بن نوفل يعني هؤلاء الذين عرفوا في قبل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ليس بينه وبين عيسى عليه السلام أنبياء على الإطلاق وكان سيدنا عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وهو النبي الوحيد الذي كان من ولد إسماعيل عليه السلام خلاصة الأمر بيننا وبين طائفة الإمامية الاثنى عشرية أننا لا نتفق معهم على شيء فديننا إيمان ودينهم كفر ديننا توحيد ودينهم شرك ديننا عفة ودينهم متعة على دروب الخير لقيناكم وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته